مشاهدين الأكاري موضوعنا لنهار اليوم هو الحمى الروماتيزمية اللي كنا نعلن عليه في بداية الحلقة وذكرناكم بقبل اللحظات يلتحق بنا السيدة رياض بوعبيد مرحبا بك من اشتري ذا الحمى الروماتيزمية عند الأطفال ناس بزاف ما تعرفش بالإيكان الروماتيزم أو الحمى الروماتيزمية عند الأطفال بداية عرفنا وشنو هي الحمى الروماتيزمية الحمى الروماتيزمية هي تصيب الأطفال بين 5 سنوات و 15 سنة معروفة بالـ RAA ولا روماتيزم مارتيكولاريكي يقول لك طفال عنده روماتيزم في قلبه هذه هي الحمى الروماتيزمية اللي يعرفوها هذا اللي يعرفوها ولا هذا المتعارف عليه عند المواطنين هذا المصطلح المتعارف ولكن علميا وشنو هي علميا نديرو التعريف تحها هي انفكسون في اللوزتين التهاب في اللوزتين التهاب هناك فكسون ميكروب باكتيريا اللي تدخل اللوزتين ويسموها لستيريبتوكوك لستيريبتوكوك بيطا ايموليتيك هي اللي تمدلنا التهاب بتاع اللوزتين كما ندويهمش هادو الالتهاب بتاع اللوزتين عند عند الأطفال في العشرة أيام الأولى يقدر يسببنا مضاعفات من بين مضاعفات هادو هادو الباكتيريا تمدلنا مضادات حيوية المضادات الحيوية هادو يحبوا مناطق في الجسم التعنا المناطق الرئيسية اللي تمركز فيها هادو الميكروب أبري اللوزتين يروح للمفاصل المفصل اللول اللي يحبوا هادو هادو الباكتيريا هو مفصل الركبة هادو المفصل اللول وعدنا المفصل تاع الملافق تاعليكود التعنا وليبوني هادو اللي يروح لهم هادو اللوكاليزازيون تموقع التعليكروب في الجسم النساء تموقع الأول للميكروب اللي يكون في اللوزتين أبري عشرة أيام بلا ما يخدش ما يعطلوش الدواء يروح للركبتين ولا ليكود وعدنا التموقع الثاني واللي يكون خاطير على التموقع الأول هو منطقة القلب يقدر يروح لنا للقلب ويديرنا ينفول فيولوباتي ينفول فيولوباتي ستقدير مصامات القلب يقدر يتبلوكه بالبكتيريا هذه هذه التموقع الثاني وعدنا التموقع الثالث هو لابو اللي تكون أرار لوكاليزازيون أرار في الجلد وعدنا في منطقة الدماغ يقدر يروح لنا لمنطقة الدماغ وهي يعني خطيرة 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 من أخطر كثير هو منطقة القلب كي يتمركزنا في منطقة القلب جميل نحكو على طرق العلاج ولكن قبل هذا نروح إلى فئة عند الناس ليما طرقها اللوزتين هل يقدر يكون الناس اللي لديهم بمعن البشي اللوزتين يقدرون يصابون بهذا المرض ولا لي هو ما شي شرط بكتيريا هذه تروح اللوزتين اللي ما عندهمش اللوزتين كي تكون ديزينفكشون ريبيتسون في اللوزتين يروح عند طبيب لوارا التي يتدير ديزينفكشون ريبيتسون باش نيفيتيو مايسرالوش لأرأى روماتيزم تاع الروماتيزم الحمى الروماتيزمية باش نيفيتيو الحمى الروماتيزمية نحو اللوزاتين ما يقدر يتمركز في منطقة الحلق لو فارنكس لو فارنكس يدرنا يرينو فارنجيت بستريب طوكوك هذا يقدر يروح ويدرنا الحمى الروماتيزمية طريقة عادية وبالنسبة للناس اللي معلجوهم مش حتى الغاية عمر الواحد والعشرين تكون مضاعفات خطيرة هي بين 5 و 15 سنة لازم نديرو التشخيص تعنا ولازم العلاج كنديرو التشخيص لازم العلاج يكون رابيد مو في العشرة أيام الأولى أبري التهاب اللوزاتين هادي الحاجة الأولى ولازم كيكونوا التهاب اللوزاتين عدة مرات في السنة تما نروحوا لكارديولوج لازم يديرو الفحص الطبي عند طبيب القلب والفحص الطبي عند طبيب العظيم يعني يقدروا يبرعوا هذا الفئة لأجلة العلاج ولا يقولوا عطلة العلاج لعطلة العلاج تقدر تبرع الوقاية قبل 15 سنة أعجب أولادي بها 15 سنة تقول لنا اللي يكون في القلب يقدر يلحق حتى العملية على القلب نطرق الوقاية الوقاية أهم على العلاج طيب نروح ونتعرفوا على الأسباب للإصابة بهذا الحمى الروماتيزمية على الأطفال وشتنه الأسباب الرئيسية أسباب الرئيسية عند اللي يكون انتفاخت على اللوزاتين يقدر يدير ينافكسون يدير كما يقولوا القراجم يدير القراجم الشاكة في العام يديرهم طروا فوا كاتفوا سنك فوا تما نروحوا لعلاج الجراحي نحو اللوزاتين فقط للقراجم يقول لك طبيعية تجي وتروح وقتها وقتش الحالة اللي تطور فيهم لا لا بتجي وتروح مع شي عدة مرات في العام كي تكون عدة مرات في العام تمال اللي اللي تكون خطورة على الطفل على الطفل بين 5 و 15 سنه تكون غير طبيعي لما تكون عدة مرات في العام قبل 5 سنوات ما يقدوش نحو� اللعيف على الليزانجين اللي قراجم منسي الليزانجين ما يقدوش نحوصي لقبل 5 سنوات اللارينو فارينجيت اوجونا نحوصي Larenو فارينجيت أبري خمسة سنوات تكون دي زنجين هادو اللي زنجين ولا جو الأولياء ولا شافوا وليدهم تلت خطرات في العام ولا أربعة خطرت في العام تما لازم لازم فحص طيبية تع القلب وفحص طيبية تع الدماغ والفحص طيبية تع العيضان طيب سرتو الطفل من عندك الطفل يقول والدي هراني عيان كينمشي كينجري تجيني النهجة كينطلع الدروج من قداش نطلع الدروج الارتكولاسيون تاعي ركيب تاعي رامي جعوفية وصورة في التشخيص المهم في التشخيص هو كي يكون في منطقة الركبة ومبعد يروح لمنطقة المرفق في الكود ويروح لبوني يستطيع ينتقل ينتقل الألم ينتقله في الركبتين ومبعد يزيد الطفل يقولك لا لا أم عندي في الكود تاعي ومبعد عندي في البوني تاعي كون ألم كبيرة دكتور؟ ألم كبيرة ألم يجو بانتفاخ بإحمرار تاع الركبة بانتفاخ تاع الركبة الطفل يمشي ما يمشيش نورمال يمشي في كون بواتري يستطيع يمشي ويتكون بواتري في المشيار تاعي هذه الأعراض الوحيدة لحمى الروماتيزمية ولكن أعراض أخرى؟ الأعراض هذه هي المهمة في الحمى الروماتيزمية انتفاخ الركبتين إحمرار الركبتين ألام في الركبتين من عندك تكون اليمنى ومبعد تولي لليسرى ومبعد تولي في المرافق ومبعد تطلع للمرافق هذا تموقع تاع الميكروب اللي يحب اللي يزارتيو كيروسيومي يحب المفاصل في الدرجة الأولى والدرجة الثانية عادنا منطقة القلب منطقة القلب الطفل يقول لك أني نعيه أني ننهج كيف يدير سبور كيف يدير الرياضة نشاط الرياضة نشاط الرياضة تاعه في المدرسة أو في النادي تاعه يقول لك أني نعيه وأنني ننهج نمشي شوية ننهج نمشي نعيه هذه من الأعراض الأولى تاع الحمى الروماتيزمية جميل طيب نروح إلى نسبة الإصابة أو نسبة إصابة الأطفال بالحمى الروماتيزمية شكونا هم الأطفال معرضين للإصابة بهذا المرض وشنو هي نسبة إحتمالية لإصابة بالحمى الروماتيزمية وما قاعدet أطفال يقدروا يتعرضو المعرضين للحمى الروماتيزمية على إنقاء انتفاخ اللوزتين والتهاب اللوزتين قاعدت أطفال لتصيبهم لم يدور هاش ملاح استيرتقول كيتكون الأولى الالتهاب اللوزتين في الأول وما يدور هاش ملاح هذيك اللي تمدلنا الأعراضة عن الحمى الروماتيزمية جميل هل هناك أمراض عندها علاقة بالحمى الروماتيزمية ولا لا لا؟ ما كاش أمراض عندها علاقة بالحمى الروماتيزمية الحمى الروماتيزمية ستون باكتيري باكتيريا يسموها الستريبتوكوك بيطا إيموليتيك هذي الستريبتوكوك بيطا إيموليتيك تولي ومبعد كي يطول في الجسم الطفل يولي عكين مضادات حيوية هذه المضادات الحيوية اللي زازلوا اللي ينقيسوهم في الإزاناليس في البيلون بيولوجيك تعنا تم نكتشفوه باللي راهم طالعين اللي يزازلوا هدو يكونوا طالعين يكونوا طالعين يمدون التهاب تع المفاصل جميل نحن نروح إلى علاج الحمى الروماتيزمية بداية واشنه هو العلاج اللي يكون للحمى الروماتيزمية هل هناك مواد غذائية تقدر تساعد الطفل ولا رجيم غذائي يقدر يساعد الطفل على تخطي هذا المرحلة وحتى نقوله تسكن آلام هذا الطفل أثناء مرحلة المرض وشينه هي المدة اللي تتعالج فيها هذا الحمى الروماتيزمية صحيح دواء الحمى الروماتيزمية ينقسم إلى شطرين حاجة الليولا لازم تشخيص المبكر ينديروا تشخيص المبكر تعنا ولو دي بيستاج تعنا سيرتو تما العلاج يكون سهل يكون سهل درق عدنا حالات كي ينزوج حالات درق ولا كانو الطفل يدير لزنجين على ريبتيسيون تما لازمنا لزنجين بيوتيك لازم نمدو لزنجين وحاجة التانية ولا كان لزنجين مع ألم التهاب بالمفاصل ولا ينتنت كاردياك تما روحو الإنجيكسون الإكستانسيلين الإكستانسيلين هذي نمدوها على حسب الطفل يكون معرض للحمى الروماتيزمية عندنا الإكستانسيلين نمدوها كل واحد وعشرين يوم يدير تشكة الإبراءة على الإكستانسيلين يديرها كل واحد وعشرين يوم يديرها مدة المدة على حسب اللوكاليزاصيون ولكن تعدنا منطقة القلب راه فيها البكتيريا هذي يكمل الإكستانسيلين شاك 22 جور حتى 25 سنة سيطريز أمورطون على جل الكائن اللي يديروها عامين ثلاث سنين ومبعد يحبسوها الطفل يعيا وما يحبش يديرها يقول الطفل ما يسرتو يكون لاج صغير ثاني صغير ويقول لك الروح وعرة شوية تشكة هذي تعاليكستانسيلين يقول لي ما يحبش يديرها الطفل هذي كتما لازم الأولياء لازم يفرضوها عليه ويكون طبيب على علم بها جميل تفضل عندي فقط مكالمة هاتفة فقط فقط على وين وصلنا في النقطة باش ما نطولش دكتور أكيد ولكن نستقبلوا مكالمة هاتفية باش ما نطولش على المشاهدين ونقولوا ألو صباح الخير صباح الخير سلام عليكم وعليكم السلام مش كل معنا ومنين يلا أم همان من المسيلة جميل يلا تفضلي معنا الدكتور رهو في الاستماع تفضلي بسؤالك والله حبيت نسئل عندي ابني من اللي زد عنده جلاج من ضخمين بارض وديما فيهم المطيحين شحال في عمرو هو برقة عمرو ثمتاش نسناء وقراج منش يتهملوا كينام موافداش نسناء ها هو ديما يشكي عنده الكايبو منفوخين عنده العضن مكع الرجلو التانية منفوخ عنده الإلانسية في الكايبو في مفاصل كلش كلش تعيو يسطر طيب بديته من قبل الطبيب أو لا 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 ماذا قال لك؟ عنده إلتهابات داروا له ليبالي تا 21 يوم ضربها مدة ثلاث شهر وزد رجعته للطبيب قال لي طاذا قلت له دكتور عنده الآلام ديما يسطر برزي قال لي لا باس عنده الانتفاخات إحمرار عنده دكتور هل عندك سؤال؟ الخانة ما تجيش جامل طيب طيب كيف الاستماع رح تسمعي إلى إجابة الدكتور وتوجيهاته دكتور قلت لك نحط له القراجم نداته للطبيب قلها طبيب اللي يروا براء لبس عليه ولكن ما زالوا نفس الأعراض مستمرة ولكن الأعراض مستمرة قلت لك انتفاغ إحمرار قلت لك آلام يفشل فهمتها هذي كيكونو الألام مام البلان بيولوجيك يكون نراه نرمال اللي زازلوا هدرت عليهم في تشخيصتنا كيكونو اللي زازلوا مام يكونوا يكونوا ولاه ولا نرمال تحهم تماما ندي معليش نكملوا الاكستنسيني مدام الأعراض يكونوا كينين ما هدرت على حاجة طبيب القلب لازم تاني تسويفي عن طبيب القلب كل عام تروح لطبيب القلب يدير الوسكولتاسيون كاردياك عجل كين لي يقولك عنده السوفل هدا هو الأرأة عنده السوفل في قلبه كين نسمعه في الوسكولتاسيون نسمعه الوسوفل دم يروح نسوفل نسمعه هذا التاني لازم تكمله الاكستنسيلي حتى ال 21 حتى ال 21 أو 25 سنة باش تكمل الاكستنسيلي كل 21 يوم تدير إبارة على الاكستنسيلي ماشي ضروري يكون عنده آلام في القلب أو تشنجات أو غير هاه ضروري جدا بما أنه عنده هذ الأعراض تديه إلى طبيب القلب طبيب القلب لازم يدوز عليه بس بزاف تنسى يقولك أولي بس به ما عندهش ما يوجعش قلبه ما يشتكيش من قلبه فما ندهش لا نسي أبريغات وراه هو ما حيش هيشكي من قلبه يكون الفاشل ويكونوا لدولر فليزارتيوكيلاسو لازم نفيريفيه القلب بتاعنا ولكين تموقع تاع الميكروب في القلب بتاعنا باش فعليه إن شاء الله اللي أمورتانت كيكون عندنا الريماتيز مرتكولاري الوقاية هذي تنقسم إلى الشطرين كان اللي عنده ألم ركبة ألم المفاصل وإلتهابات المفاصل بلا ما يكون تموقع تاع القلب بلا ما تكون عنده الكارديت هذي كي ما يكونش تموقع تاع القلب نقدرو الإكستنسيلين نديروها مدة خمسة سنوات كل واحد وعشين يوم نديرو إبراء تاع الإكستنسيلين ميولا كان تموقع تاع في منطقة القلب وتموقع في المفاصل تاعنا تم الإكستنسيلين تاعنا نكملوها حتى الخمسة وعشرين سنة طيب عدد تفضل عندك إضافة أه نزيد إضافة واللي عاوننا بزاف في الوقاية الوقاية تاع المرضى الحمى الروماتيزمية هو لودي بيستاش سكولر تعاوننا بزاف عجل الأطيب يكشفوه مهمة كثير يكتشفوه عديد من الأمراض في مراحل مبكرة في مراحل مبكرة الطبيب يجوز على الأطفال في المدارس وكلش يجعله من تم يقدر يجعلنا تشخيص تشخيص تاع المرض تاع الحمى الروماتيزمية وقدرنا تشخيص تما يسهلنا العلاج يكون سهل في مرحلة أولية في مرحلة أولية حتى فترة العلاج تتقلص يلا دكتور نروح نستقبله مكالمة أخرى ونقوله ألو صباح الخير ألو 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 رانا في الاستماع رانا في الانتظار ألو صباح الخير صباح النور شكوين معانا ومنين معاك أم إسراء من أضرار تحية ليكو تحية إلى كل ناس الجنوب الجزائري وناس أضرار مرحبا بكم شكرا برك الله فيكم شكرا يلا الطبيب روف الاستماع تفضلي بسؤالك سؤالي عندي نفس الأعراض اللي كان لهم الطبيب بخصوص الحمى الروماتيزمية بنتي عندها 6 سنين شحال في عمرو عندها 6 سنين وعندها علم في المفاصل وفي المرافق نفس الأعراض اللي كان لهم الطبيب طيب خذيتهم من قبل إلى الطبيب ولا لا 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 أكيد ديتها للطبيب وعندها لزوجين كما قال عندها ميكروب وقال يهودها رجليها وعطاني اللي صاني وخرجوا لها وعطاني إبارها وقتعوا 21 يوم ومدلت 3 شعور وعندها بعدها عودتها اللي صاني وقال لي ريحت وكل شيء المشكلة لا تحكمها لازونجين لن خطرة في العام ليست كما كان يقول متكررة المشكلة قد تكمل تكمل هذا يامات مره البرد لا اعرف اسكم البرد او صحي اللي زنجي نعوده او هكي تتمشى بزيف او تنظر البرد كما هكا ما تنجمش تقولي ماما يجعوني اجرية يديها ستيل وخطات متنجمش تكتب وكي تتمشى بزيف تانية متنجمش تدير رياضة او هكي تطبح قعم رجلي هذ كما كان يقول متنجمش تتمشى هكا تتمشى متعرجة هكا هل ديتها الى طبيب القلب مقبل او لا لا باختصار طبيب القلب لا ما ديتهاش طبيب العظام برك ديتها وقالي ما عندهش مشكل في رجليها طيب كيف الاستماع راح تسمعي الى نصائح الطبيب عندي اضافة تفضلي باختصار فقط درت لها تايار فيتامين دي طبيب دلولي نقص شوية طبيب الاستماع راح تسمعي الى نصائح الطبيب دكتور هدرت الاعراض اللي هدرنا عليها سوى سوى تعل حمى الروماتيزمية انا حاجة اللولة اللي لازم ديرها في الحمى الروماتيزمية لازم انسكولتاسيون كاردياك لازم انسكولتاسيون كاردياك ضروري شدا فحص القلب انا حاجة اللي بدأ في المفاصل الحمى الروماتيزمية حتروح لنا للقلب و لما دويناهاش مليح ستقدر تروح للقلب سوى تقول الاعراض اللي قالتهم طفل يعيه بزاف يمشي يعيه قد تلحاجة الوحيدة اللي تختلف في الاعراض هي انو ما تجيهاش القراج ما يجوهاش بشكل دوري لا لا هادرت قلت لك ولاو يجوها كل عام بعد ما داوات هو ولاوش يجوها بشكل دوري صحيت بارك الله فيك عجل كين داوات ونديروا الانتيبيوتيك تاعنا هتكون ينكوبرتوا الاكستنسيلين هاديك باش ما يجوش باش ما يجوش لازنجين ولا كان عندها انتفاخ في اللوزتين تاعها كما هادرت سمعت عندها انتفاخ في اللوزتين تم تروح لطبيب تاع الورال تاع الانف والحنجرة ودير العمليات الجراحية وتنحي اللوزتين لازم ينحو باش نيفيتيو يكونوا لازنجين اريبيتيزو هادي من الوقاية من الوقاية تاع الحمار الروماتيزمية طيب دكتور نفس الناصحة تقدمها لها هي انه لازم تزور طبيب القلب اه لازم طبيب القلب سي اوبليغاتور لازم نشوف طبيب القلب باش ولا كانت تين لوكاليزاسيون تموقع في منطقة القلب تما لازم لازم نكستنسيلين حتى الخمسة وعشرين سالة شكرا لك سيد رياض بوعبيد على وقت كده خصصته للبرنامج وشكرا لقبول دعوات البرنامج وشكرا أيضا للناصح القيمة اللي قدمتها للمشاهدة الكريمة والله اغنى استفاده منك يا دكتور انتا وكل الاطباء اللي يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو صدقني غير الناس بزاف تستفاد من كل الكلام اللي تقدمه والتوجيهات أيضا لتقدمها لهم لانه حقيقة لازم الانسان يهتم بصحته يسير يعطيكم صحة ويعطيكم صحة الاستعادة الله يعطيك الخير دكتور ريضان مشاهدة